كم جنسية عندك دكتور أبو غزالي؟ عندي جنسية واحدة أردنية وجنسية واحدة كندية نعم أي متى رح ترجع على فلسطين؟ لما ينتهي الاحتلال الاحتلال الآن هو في مرحلة النزاع منازع تتأمل بحياتك تروحك أنا بتمنى من الحياة ما فيني أعرف هذا عند ربي ولكن أتمنى أنه ربي يسمح لي أزور فلسطين وبعدين ياخد روحي ما عندي مشكلة أنا أتمنى أن أروحي لأن حتى بنتي واحدة من بناتي رحت لفلسطين تزور بيتنا نيابة عني نعم تلا ما تروحي يا بنتي أدط لي لا أريد أن أروحي لأنه بعرف أنه أنت ما بتقدر تروح نعم ما بقدر أروحي لأنه راسي مطلوب أنا في عندي زميل مدير عنا راح على فلسطين طلبه يدخل عند الضابط الإسرائيلي قال له أنت بتشتل أن ترى لأبا وزالي قال له آه قال له يعني بتعرفه قال له طبعا بعرفه بشتغل معه قال له طب يعني أنت شايفه قال له طبعا شايفه بشتغل معه طلع الضابط العدو طلع موبايلو وطلع صورتي عموبايلو قال له هذا هو قال له أيوه هذا هو قال له إحنا هذا منتظرينه فأقول له أنه بنا راح أبيج أنا مطلوب وأنا اليوم مبارح بسألوني الناس أول سؤال كيف أنت اللي هلأ العدو ما مطالك مقتالني قال له لأنه إرادة ربنا أني أنا أعيش لليوم لما ربنا بيقرر أنه بدي أقتال أو أموت أقول في إرادة إلهية هي بتقرر أنت أموت مش خايف من الاختيال ولا من الموت كتبت وسيتك؟ كتبت وصية فيها بس عبارة واحدة شو هي؟ إنه الورثي يحافظوا على رسالتي في الحياة شو العنوان لها الرسالة؟ الرسالة إنه هذه المؤسسة بنيت لأغراض واضحة ومنها أنني أريد أن أتفوق على هدوي تبقى بنفس الإسم ولا يغير فيها شيء وتبقى بنفس المبادئ والأخلاق إذا بدنا نقول قصة طلال أبو غزالة بدنا نعطيها عنوان شو عنوان عربي ولد في فلسطين وتربى في لبنان ونشأ في الكويت وانطلق إلى العالم وإلى النجاح من الأردن أنا قومي عربي أنا قومي عربي أنا بالنسبة إلي الأردن أو مصر أو السعودية أو الإمارات هي بالنسبة إلي كفلسطين بعد في قومية عربية ما في إلا قومية عربية الله يسمع مني القومية العربية هي هذا الشعور اللي بيخلي كل الشعب الأردني يحط على سياراته عالم فلسطين ترجمة نانسي قنقر